نظمت جامعة القاسمية محاضرة ألقاها سعادة علمي حد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك لإثراء الحديث في بيان إنجازات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة الذكرى الخمسين لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة خمسون عاما من وعد العطاء وإنجاز البناء هكذا هو سلطان الخير وعد فأوفى وأنجز ولبى لخدمة الإمارة هذا ما تنولته المحاضرة التي نظمتها الجامعة القاسمية وألقاها سعادة علمي حد السويدي رئيس المجلس الاستشاري في الإمارة مستهدفة الكادر التعليمية وطلبة الجامعة لإبراز دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في شتى المجالات هذه المحاضرة الحقيقة اليوم نحن خصصناها بأن تكون لها تتكلم عن الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للإنسان من خلال مجالات مختلفة تكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وتكلمنا كذلك عن تحقيق الاستقرار والأمن لهذه القائمين أو الساكنين في هذه الإمارة الحمد لله هذه فرصة استضفنا لسعادة الأخ علي ميحاد السويدي في هذه المناسبة العزيزة علينا كلنا يتولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم ورور خمسين سنة فمثل ما سمعنا في المحاضرة أن صاحب السمو أحب الشارقة وأحبته الشارقة وأهلها وقدم لها الكثير ولا زال أطال الله في عمره يقدم لهذه الإمارة ولشعب الشارقة الكثير الطلبة من جانبهم تفاعل مع هذه المحاضرة مؤكدين أن ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من جهود في مجالات التعليم تعد مثالاً واضحاً في هذا الصرح التعليمي الجامعة القاسمية هناك العديد من الإنجازات في مدينة الشارقة منها اهتمامه بالتعليم والثقافة وأبرز معلم لاهتمامه بالتعليم هو الجامعة القاسمية حيث نرى في الجامعة القاسمية مدى اهتمامه بالتعليم واللغة العربية والقرآن الكريم اهتمامه بحفظ القرآن واحدة من الإنجازاته الواضحة أمامنا هي الجامعة القاسمية طبعاً وأنا واحدة من المحظوظين أنه تحت لي فرصة أن أدرس بهذه الجامعة خمسون عاماً من الإنجازات رسخها قائد معطاء وفر لأبنائه الحياة الكريمة وقدم للشارقة الغالية والنفيس حتى أضحى اسمها يتردد بين دول العالم هذه المحاضرة تحتفي بأهم منجزات سلطان الخير خلال خمسين عاماً منذ توليه مقاليد الحكم وتسلط الضوء على ما وصلت إليه إمارة الشارقة لأخبار دار سعود الكتبي من الجامعة القاسمية الشارقة ترجمة نانسي قنقر